اشتركوا في القناة وهذا العنوان الفرعي ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة هذا يعني العنوانين لكي يتصدر كتابنا النتائج الأولى في محرك البحث أمازون وأيضا لكي لا يكون مخالف لسياسة أمازون وفي نفس الوقت أهم من هذا كله أن يكون كتابنا بشكل احترافي يعني من أراه صراحة أنه من السخف أن تبذل جهد في إنتاج الكتاب سواء من ناحية الديزاين الخاص بالكوفر أو الخاص بالأنتيريور ثم بعد ذلك عندما تصل إلى مرحلة وتصل بالضبط إلى مرحلة العنوان تكتبه بشكل يعني سيئ هذا الأمر محزن جدا لأن كتابك أولا قد يكون جيد صراحة كتابك قد يكون جيد ولكن إذا كتبت العنوان بطريقة خاطئة أو بطريقة سيئة فقد تكون السبب في أدنى تحقيق المبيعات فبالتالي هذه الحلقة إن شاء الله سوف تكون مبسطة وبسيطة لكن سوف يكون فيها المختصر المفيد لكي تتجنبوا أولا غير حساباتكم لأننا سوف نتكلم عن هذا الأمر ثانيا لكي تكتبوا العنوان بشكل احتلافي وهكذا تضمنون أعلى نسبة من تحقيق المبيعات إذن بدون مقدمات أكثر دعونا نغوص مباشرة في التفاصيل إذن أولا تجنب الأخطاء الإملائية عند كتابتك للعنوان يمكنك استعمال إضافة تسمى Grammarly طبعا فيها نسخة مدفوعة ونسخة مجانية النسخة المجانية تعطيك عدة محاولات في اليوم محدودة طبعا ولكن تفي بالغرض إذن استعمل Grammarly قم بتحميلها قم بإنشاء حساب عليها وتحميلها وصوف تساعدك في تجنب الأخطاء الإملائية إذن عند كتابتك للتايتل فلابد أن تبتدئ الحروف بالكابيتل يعني كل كلمة تبتدئ بالكابيتل طبعا في اللغة هذا خاطئ يعني لغويا هذا خاطئ لأن فقط الجملة التي تبتدئ أو عفوا الكلمة التي تبتدئ في الجملة هي التي تكون كابيتل يعني حرف الأول منها يكون كابيتل لكن هنا في الكيديبي الأمر ليس هكذا هنا في الكي دي بي العرف جرى أن يكون في كل كلمة حرف capital نفس المكتوب في الغلاف إذن العنوان التائتل يجب أن يكون حرفيا هو نفسه المكتوب في الغلاف أيضا أهم نقطة وهنا مربط الفرص يجب على التائتل أن يتضمن كلمات مفتاحية سواء طبعا عندما نقول يجب في التائتل أن يتضمن كلمات مفتاحية نتكلم أولا عن نوع الكتاب ونتكلم أيضا عن نيتش الكتاب طبعا من أين سوف نحصل على هذه الكلمات أو مطابعة هذه الكلمات المفتاحية أصلا يجب أن يكون على نسبة بحث عالية إذن باختصار التائتل يجب أن يتضمن ضروري أقول هذا مؤكد وضروري يجب أن يكون فيه كلمات مفتاحية كيف هي هذه الكلمات المفتاحية سواء من النوع أو من النيتش مطابعتها يجب أن يكون عليها نسبة بحث عالية وأهم نقطة هنا حذاري من الكوبيرايت كيف ذلك؟ عن طريق النسخ واللصق يعني لا تذهب إلى أمازون وتقوم بنسخ ولصق العناوين لأن هذا مخالف تقوم بإضافة ولو حرف يعني حرف جر تقوم بإضافة ولو حرف جر تقوم بمثلا بأخذ جزء ثم تؤدل عليه تضيف ولو كلمة تنقص ولو كلمة ولكن النسخ ولصق هذا ممنوع هكذا اشتغل بهذه المنطق يعني ممنوع النسخ ولصق ممنوع إذن أنا هنا عندنا مثال مثلا هذا الكتاب اخترنا له عنوان cute film animals coloring book إذن ماذا قلنا قبل قليل قلنا أن يجب على العنوان title أن يكون فيه يعني قلنا نوع الكتاب النوع والنيتش إذن النوع هنا هو coloring book وأيضا النيتش هو cute farm animals لماذا قمت باختيار cute farm animals لأنها هي التي عليها أعلى نسبة بحث إذن كما قلت لكم أفضل كلمة مفتاحية من ناحية الطلب هي cute farm animals وأيضا coloring book نوع الكتاب يوضح للعمل المحتمل نوع الكتاب بالتالي يعرف دون الحاجة إلى الدخول يعني فقط من خلال صفحة النتائج عندما يقوم بالبحث في ذلك مربع البحث الخاص بأمازون ويظهر له النتائج يعني بدون الحاجة أن يضغط على الكتاب ثم يدخل إلى lending page هذا يساعد حتى على مستوى الحملات الإعلانية لكي لا نضيع المال في الضغطات فبالتالي نحن مسبقا قلنا له نوع الكتاب يعني إذا كان مثلا يريد cute film animals للنوتبوك فهذا لا يهمه فبالتالي يعرف من خلال العنوان أنه coloring book فلا يدخل أساسا يبحث عن نوتبوك أو يبحث مثلا عن sketchbook إن أراد ذلك ولكن ليس هذا فقط بل يساعد في السيو هذا أيضا يساعد في السيو وفي الأخير يساعد على اختيار الكاتجوري بشكل أوتوماتيك طبعا هذه الجزئية ربما لا يتكلم عنها الكثير من الأشخاص ولكن هذا هو الواقع وربما قد لاحظتم هذا مع كتبكم الكتاب الذي يباع بشكل جيد فإن أمازون تقوم بعمل له تحسينات عن طريق إضافة كاتجوري في بعض الحياة تكون جديدة حتى لأول مرة عندي كتاب مثلا فيه كاتجوري ربما أنا أول شخص ينشر في تلك الكاتجوري لا أدري كيف فعل ذلك أمازون ولكن هذا الذي يحدث فبالتالي أمازون تصنف كتابنا بشكل جيد فإن نوع الكتاب عندما يكون في التايتل وطبعا هنا الذي نشرحه على الكولورينج بوك يمكنه نفسه نطبقه على اللوك بوك نطبقه على النوك بوك نطبقه على النوك بوك 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 ب نطبقه على النوك بوك بوك نطبقه على أي كتاب عندك تمام الآن انتهينا مع تايتل الآن دعونا ندخل في الساب تايتل إذن الساب تايتل هو اختياري ليس إجباري مع عكس تايتل التايتل هو إجباري ضروري لكل كتاب أن نعطيه عنوانا ولكن العنوان الفرعي هو اختياري ليس إجباري ولكن مع ذلك جد مهم يعني من الضروري يعني صحيح أنه اختياري سابتايتل اختياري ولكنه ضروري للكتاب هذه قائدة أعرف أن هناك منكم من ينصر الكتاب بدون سابتايتل هذا خطأ لا بد أن تقوم بإضافة سابتايتل لماذا؟ لأنه أولا يساعد في الإعلام العامل المحتمل يعرف نوع وحجم ومقاس الكتاب دون قراءة الوصف هذه الميزة الأولى لماذا نستعمل سابتايتل؟ لأن العامل المحتمل يعرف مجموعة من التفاصيل دون الدخول إلى الانيكبيتش ومرة أخرى هذا يساعد حتى في الحملات الإعلانية لكي لا تكلفنا الكليكس وطبعا أهم نقطة هنا أركز عليها أنه يساعد كثيرا في سيج انجين اوبتميزيشن يعني في نسبة الوصول إذن يجب أن يتضمن كلمات مفتاحية هو الآخر إذن قلنا أن في التايتل لا بد من إضافة كلمات مفتاحية قلنا تكون عبارة عن النتش وأيضا تكون عبارة عن نوع الكتاب وفي السابتايتل كذلك يجب أن يكون فيه كلمات مفتاحية إضافية ولكن انتبه جيدا فهناك مجموعة من الأمور وفق آخر تحديثات خوارزمية أمازون تكرار الكلمات ممنوع في السابتايتل حذاري أن تقوم بتكرار الكلمات ثانيا التناقضات المنطقية ممنوعة ما معنى التناقضات المنطقية مثلا أنا كتابي كورونيك بوك وأقوم بإضافة كلمات مفتاحية فيها مثلا سكيتش بوك أو فيها مثلا نوت بوك أو فيها يعني أن عندما أقوم بأمل تناقض منطقي فهذا يأما يتسبب في غرق الحساب هذا في أسوأ الحالات أو يعني في بعض الحالات الحساب لا يغلق ولكن الكتاب يعني يعاقب الكتاب يصبح منبوذ لا تصل إليه أناكب البحث عند الزحف فبالتالي في كلتا الحالتين الأمر خطير فبالتالي في كلتا الحالتين الأمر سيء فبالتالي لا يجب عليك أن تفهم هذه النقطة جيدا طبعا سوف أترككم بعض أمثلة للتناقضات المنطقية مثلا أنا كتابي خاص بالبالغين for adult مثلا عندما تقوم بإضافة كلمات مفتاحية مثلا for toddler في العنوان فهنا أنت وقعت في التناقض لأن كتابك كتابك mandala for adult وأنت في العنوان الفرعي ربما لأنك وجدت كلمة مفتاحية ما عليها نسبة طلب كبير فهنا أعتقدت أنك سوف تستفيد منها لأنها منطقيا هذا هو الذي يحدث يعني عندك كلمة مفتاحية علي طالب استعملها هذا هو الأصل ولكن نسيت أن هناك تناقض منطقي كيف كتابك for adult وأنت تضيف عبارة for toddler ولو أن تلك الجملة يعني فيها نسبة بحث آلية جدا إذن وقعت في تناقض منطقي إذن هنا يجب الانتباه جيدا لهذه المسألة الذي يجب أن يكون طبعا حسب تجربة الشخصية كلمات مفتاحية إضافية إذن عندك مكان يمكنك إضافة فيه كلمات مفتاحية فلماذا سوف تضيعه؟ إذن استعمل الأدوات التي عندك في البحث ثم ابحث عن كلمات جيدة قم بتوظيفها لغويا يعني قم بإضافة حروف الجر ولو إضافة كلمة أو كلمتين لا يوجد أي إشكال المهم أن تحتفظها بالكلمة المفتاحية وتقوم بإضافتها كجملة في السبتايتل طبعا أيضا يمكن إضافة حجم الكتاب بالإنش أو عبارة small إلى آخره لا يوجد أي إشكال نفس الشيء يمكن إضافة عدد صفحات الكتاب في السبتايتل خاصة في النوتبوك في النوتبوك يمكن إضافة مثلا كم عدد الصفحات تقول مثلا 120 صفحة مثلا تقوم بإضافة يعني small notebook مثلا أو pocket notebook يعني للجيب إلى آخره عندك هذه الإمكانية هذه الإمكانية طبعا تسمى anform أو إخبارية يعني تخبر العميل المحتمل بنوع كتابك لأنه يسهل عليه المسألة أي وضع أن يدخل لأن طبيعة الإنسان هكذا الإنسان غالبا لا يحب التأمق في التفاصيل كثيرا يحب الأمور تكون واضحة وإنسان لا يحب أن يبدو لجهد في الدخول إلى الوصف ثم يبدأ بالبحث أو بقراءة تلك الفقرة يعني قراءة فقرة الوصف ثم يبحث ثم يعني يحاول أن يبحث أين توجد تلك الفقرة حجمه ثم يقرر أن ذلك هل سوف يشتري أم لا يعني تسهل عليه المسؤولية إذن هذا هو السبتيت الذي اخترناه adorable film animals coloring book for kids age من 3 إلى 9 سنوات إذن سوف نقوم بتحليله عندنا أولا adorable film animals وعندنا coloring book for kids هذه تسمى كلمات مفتاحية إضافية إذا قمتم بالدهب إلى أحد الأدوات غالبيتها مدفوعة سوف تجدون أن عليها نسبة بحث عالية فبالتالي عند السابتايت المكان فبالتالي من الضرورة إضافة فيه كلمات مفتاحية إذا لاحظتم جيدا فكلورينغ بوك فور كيدس هذا بحد ذاته نوع وأدورابل فيلم animals هذا بحد ذاته نيتش وفي الأخير إذا لاحظتم لم أهمي لتلك الفقرة في الأخير فتلك تسمى إخبار أو إعلام بمعنى آخر أن العامل يعرف مبدئيا هذا الكتاب لمن هو موجه طبعا كان يمكن إضافة مثلا عدد illustration أو عدد الصور القابلة التي تلوينها الموجودة أقول مثلا خمسون unique image مثلا فور كولورينغ إلى آخره ولكن اكتفيت فقط بهذا القدر لأن فيه يجمع ما بين النوعين كلمات مفتاحية إضافية هذا هو المهم وأيضا إخبار وإعلام كذلك مهم شكرا لكم على حسن المشاهدة أتمنى تكون المسألة واضحة وإن لم تكن واضحة فإن لدينا التعليقات للتفاعل مع أسئلتكم واسفسالتكم شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لكم